دكتور جنة التحدي الأكبر لدول الشرق الأوسط غير النفطية هي ارتفاع معدلات التضخم كيف تستطيع هذه الدول برأيك مواجهة هذا التحدي الكبير نعم مساء الخير أهلا بك هو تحدي كبير صحيح وهو تحدي عوامله وأسبابه داخلية وخارجية أيضا أسبابه الخارجية تعود إلى الصدمات الخارجية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأيضا سياسة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في الترفيع في نسبة الفائدة والترفيع في سعر قيمة الدولار باعتبار أن الدولار اليوم أصبح هو العملة المهيمة وعملة التداول في الأسواق المواد الأولية والنفط أيضا هذه صدمات أو العوامل الخارجية العوامل الداخلية التي ساهمت في ارتفاع التضخم في الدول الغارقة في النمو دعينا نتحدث عن الدول الموردة للنفط والغارقة في المديونية الخارجية العوامل الداخلية تعود إلى سياسة المالية العمومية وإلى السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزية والبنوك المركزية في هذه الدول من نسبة السياسة المالية العمومية نعلم أن الحكومات أو السلطة التنفيذية أو سياسة المالية العمومية أصبحت هي اليوم مصدر لهذا التضخم من خلال هذه السياسة التي تتبعها ومملاد من قبل صندوق النقد الدولي لأننا نعلم أن الدول أو البلدان الغارقة في المديونية أحكم صندوق النقد الدولي قبضته عليها وأصبح يملي سياسة المالية العمومية وأيضا سياسة النقدية إذن كل هذه العوامل تجعل أنها مش تحرك الحكومات في هذه الدول ضيق وضيق جدا أن لم يكن منعدم فمن جهة سياسة المالية العمومية أصبحت إلى جانب العوامل الخارجية أصبحت مصدرا للتضخم من جهة ثانية السياسة النقدية والبنك المركزي يحاول أو يدعي احتواء هذا التضخم باتباع سياسة النقدية متشددة ممثلة في الترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية سيدتي وبالترفيع في نسبة الفائدة المديرية يكون البنك المركزي أو البنوك المركزية قد دمرت كل محركات النمو من استهلاك واستثمار وقطاعات منتجة إذن هذه الحكومات جعلت نفسها أسيرة مربع يعني ضيق وضيق جدا جعلها عاجزة عن السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار بما يعني أن اليوم في هذه البلدان خرجت يعني ارتفاع الأسعار خرج عن سيطرة السلطة التنفيذية الحكومات وخرجت أيضا يعني التضخم خرج أيضا عن سيطرة السلطة النقدية البنك المركزي باعتبار أن هذه السياسة ويعلم الجميع أنها أصبحت محدودة جدا باعتبارها بقيت سياسة النعرجاء لا تساندها سياسة يعني مالية عمومية تخفف من ارتفاع الأسعار ولكن كما أشرت أن سياسة المالية العمومية أصبحت أيضا مصدرا للتضخم إذن المخرج هو يعود إلى مراجعة هذه السياسات والقطع مع سياسة التقشف والقطع مع هذه الإملاءات التي لا تخدم في الأخير إلا مصلحة الدولار وشركات العالمية ورأس المال العالمي لتبقى شعوب هذه البلدات ضحية هذه السياسات ترجمة نانسي قنقر